اليوم نحن نحتفل بخمسة عشر بعيد انتقال السيدة العزراء من مريم العدرة نحن ما بنعرف بدقة وين كانت وفاة مريم العدرة فيه تقاليد بيقول بأرشاليم تقاليد تاني بيقول بأفاسوس انما اعتمد اكتر تقاليد اللي بقول بأرشاليم هذا كان معتمد اكتر وهذا اللي انا بدي احكي فيه انه توفت بأرشاليم مريم العدرة الكتاب المقدس قلنا ما بيعطينا اي معلومات عن انتقاله بالجسد والروح بالجسد ما بيعطينا اي شي بالنفس والجسد الى السماء الكتاب ما بيقلنا اي شي عن هالأمر هدا انما فيه معتمدين كتير كانوا الاباء على الاصحاح اذا بدكن الثاني عشر من سفر الرؤية واللي بيتحدث عن امرأة عالقة في معركة بين الخير والشر فالامان بان العذراء مريم بعد وفاتها بفترة قصيرة قد انتقلت الى السماء بالنفس والجسد هو جزء من تعاليم الكنيسة الكاتولوكية منذ الكورون الاولى للمسيحية توفت مريم العذرة عام 48 تقريبا ميلادية ودعت كل الرسل معادة مين توما شوفوا مين اللي ما توضع مين اللي ما شاف مرة تانية الامر جميل جدا لانه الله ارادته جميلة وبيعطينا الامر بشكل هيك رائع بشكل زكي بشكل يتعامل معنا انا بقول بطريقة هيك على قد مننا حنوني بتبتسمه توما مكان اخذوا الرسل الجسد وضعوه بقبر قبر قريب على القبر اللي حطوا جسد يسوع المسيح فيه وقاموا بلف الجسد بكتان ابيض متل ما بتقول التقاليد وبقر الرسل ثلاثة ايام حد القبر عبيصلوا وعبيسمعوا اصوات ملائكة عبيترتل معهم وريحة بخور كتير حلوة وقوية طالعة من القبر هذا لمدة ثلاثة ايام باليوم الثالث يبدو انه ما عادوا سمعوا شي الرسل ما عادوا شموا بخور فعرفوا انه هذا ممكن يكون الهام ملائكة انه انتهى الموضوع ثلاثة ايام كل واحد رجع لشغله عنده ظنوا انه خلاص الامر انتهى ولكن بقى الامر عن توما اللي كان بوقت عبيبشر بالهند فبيجيل الملاك وبياخدوا على سحابة بيخطفوا على سحابة بتحمله لملاقات جسد القديسة امنا مريم العدرة بالهوى وبس شايف هو مريم العدرة حملينا الملائكة وطالع وعبيستقبلها ربنا يسوع المسيح خير عبيشوفه هو على سحابة يعني حده الملائك بالجو يا جماعة عبيشوف الامر هو موجود واعي فبيقله الملاك بيقرب يهمس له الملاك تقدم يا توما وتبارك من جسد كلية الطهارة كلية الطوبة ففعل مثل ما قال له الملاك وتبارك من كلية الطهارة ثم ارتفع الجسد مع الملائكة للسماء باستكبار ربنا يسوع المسيح ورجع توما للهند انما بيقله ايضا الملاك روح على ارشاليم وخبر الرسل شو صار بيروح بيجي على ارشاليم توما اللي سمع من الملاك شو قال له بيجي على ارشاليم انما بيجي بطريقة مش دغري بيقلهم للاخوة الرسل بيقلهم ياها بيوصل بيقلهم كيف كنت اشتقت لكم بيقلوا له بنا خبر خبر حزين شو الخبر الحزين عبر تخبروني ايه ماتت امنا مريم العدرة قال له ماتت بدي روح شوف القبر بدي روح شوفه انا قايل حد بالي انه بدي ايجي شوفها ونتغدى سوا بدي اشوف القبر مش حب صدق عب تمزحه معنا قال لك يا اخينا توما ماتت ما بسدي فقاله الرسل لبعضهم يا عم توما اللي ما صدق وقتها ايامة ربنا يسوع المسيح وسمح له ربنا انه يحط ايده على حل الجرح ما فيه شيء اذا اخدناه عند امنا مريم عدرة اذا كان ربنا سمح له انه يشوف جروحاته فخلينا تأكيدا لخينا توما بيعرفوا تحطنا الروح على القبر ونورجيه انه مريم مدفوني هونيك وصلوا على القبر وفاتوا ازاحوا الحجر وفاتوا بيلاقوا الكتان ملفوف متل وقت ربنا يسوع المسيح المحطوط على جنب بيسعدوا كتير الرسل اكيد هؤل اليهود ومع عسكر ومانتا يعملوا ضرب فينا انا اجوا وسرقوا للجسد بدون يعزبونا قالوا انتوما ما احدا بدون يعزبنا انا شفت لأمنا مريم العدرة محمولة بين ايدان الملايكة وربنا يسوع المسيح بيستقبلها وانا خطفت وكنت كمان على غيمة بشوفها وقربت تباركت من الجسد لما عرفوا هذا الامر كلهم تهللوا باركوا وهنوا عابيصالوا رجعوا شموا ريحة البخورقة الطاهرة طالعة من القبر بس كانت هالمرة بفرحة كانت هالمرة بعرس يعني اللي بيمرق بيقول يعني شو هالمجانين عابيرقصوا بالقبر ملقوا جسد عابيرقصوا كان العرس الجديد اليوم انه امنا مريم العدرة كمان طلعت على السماء جسدها ما بقى هون من وقته من وقته قرر التلاميذ انه يصوموا لمدة اسبوعين بوقتها ساموا لمدة اسبوعين مع راحة البخور مع تراتيل ومع صلوات واللي لهلأ اليوم معروف بصوم العذراء اللي منصوموا بصوم العذراء اذا اصبح انتقال العذراء عيد انتقال العذراء عيدا تحتفلوا فيها الكنيسة كل خمسة عشق وقد اعلنوا البابا بويوس الثاني عشر عقيدة انتقال السيدة العذراء وهذا الشي كان بارشاد رسولي بواحد تشرين الثاني من عام الف وتسعمية وخمسين اكيد كان سرروا ثلاثة سنين يتحضر من سبعة واربعين بسنة الخمسين تم اعلان عيد انتقال السيدة العذراء بحضور خمسمائة الف شخص بساحة القديس بطرس خمسمائة الف شخص رقم قياسة بها الساحة كان بوقتها عاب يسمع الخبر الحلو بركة امنا مريم العذرة تكون معكم جميعا بصلي اليوم اليك يا امنا مريم العذرة منشكرك على حضورك الدائم بحياتنا بشفاعتك من التبارك بارك بيوتنا بارك عائلاتنا باسم ربنا يسوع المسيح نصلي دائما مجد الآب والابن وروح القدس الهن واحد امين سلام الرب يسوع يكون معكم جميعا ببركة امنا مريم العذرة الى اللقاء